سياسة الجنرال بيجو العسترية في الجزائر من 1841 إلى غاية 1847 ميلادي السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات أما السياسة العسترية فقد عرفنا أنها تانت تهدف إلى القضاء على طول مطاومة للاحتلال باستعمال طول الوسائل الممتنة ولتحت ذلك الهدف استولت جنود بوجو على المدن التي كانت تحت الأمير خصوصا تلمسان والمدية ومليانة وتردمت ومعسطر إلى آخره وحارب ضباطه خلفاء الأمير في هذه المدن وفي المناطق الناية عن النفوذ الفرنسي من قبل مثل بلاد القبال وبلاد الحضن وبلاد الزبان وسعيدة وتعزى إلى آخره وأدت سياسة الحرب الشاملة على كل الجبهات إلى انحصار مطاومة الأمير في الحرب الخاطفة وفي الغارات الخفيفة وأخيرا أصبح الأمير لاجئا بدائرته أو زمالته لا يجد المكان الآمن لنساء ونساء خلفائه وأطفالهم ومعونتهم وخزائنهم وأتباعهم إلى أن وقعت الزمالة نفسها في أيدي العدو سنة 1843 ميلادي فقد استولى عليها الدور دومال وساقها غنيمة وسبى النساء والأطفال ونهب الأرزاق والأموال وأخذ الرهائن وقد قتل أثنى هذه السنة مشاهيط واديه مثل محمد بن علال ومحمد البلكاني وهذه السياسة البوجوية قد ألجأت الأمير للاحتماب المغرب فإذا بفرنسا تهدد المغرب أيضا ثم تحاربه بحرا وبرا إلى أن وقعت معاقة وادي إليزي الشهيرة سنة 1844 ميلادي وهي المعركة التي انهزم فيها الجيش المغربي ونال على إثريا بوجو لطب دور إيزلي وكانت معاقة إيزلي في الحقيقة ضربة للأمير أيضا ذلك أن المغرب أحجم منذ إذن عن حمايته وعن مده بالضخيرة تحت تهديد الحرب من فرنسا وبدأت بذلك بداية النهاية للأمير فحتى انتفاضة الظهر سنة 1845 ميلادي التي أعادت الأمل بالنصر على العدو كانت قصيرة التأثير تم أن معاقة سيدي إبراهيم سنة 1845 ميلادي كانت آخر حرارة طوية ظهر الأمير قبل أن يبدأ في عد الورطة العرسي ذلك أن آخر ما أصفرت عنه سياسة بوجو نحو الأمير هي إعلان سلطان فاس الحرب ضد الأمير وتوحيد جهوده مع جهود بوجو لوضع الأمير في تماشا ثم القضاء عليه وهاتذ لم يرتفي بوجو بتجين القياد والأغوات في الجزائر ولكنه دجان أيضا سلطان فاس وجعله يقف إلى جانبه في حرب الأمير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بايت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بايت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد شكراً لكم